كتير هي مشاكل العظام. مشاكل العظام والعمود الفقر. وكتير بنحتار فيها. ونباشر عارفين المشكلة جاية منين. هل مشكلة في الكتف? ولا جاية من الرقبة? هل مشكلة من الدراع? ولا جاية من الرقبة اساسا من الفقرات? هل مشكلة في مفصل الحوض? ولا جاية من الفقرات القطنية? هل المشكلة في الرقبة ومقصرة على الجسم كله? لذا كمحتاج حد يسمع شكوات يحللها. يرى الاشعات. يربط الحاجات دي كلها مع بعضها. يحط الخطة المناسبة لعلاج. وربنا سبحانه وتعالى هو الشافي. معاك تور محمود. تريجي. الف سبعة سبعة سعين. ماجستير سبعة وتسعين. ترى الفين وثلاثة. تاس جراحة العظام الفين وخمستاشر. استشاري اول جراحة العظام. اشتغلت في اماكن كتير. سافرت. وترئيس اسم العظام في مستشفى السعود الالماني لفترة كبيرة. اشتغلت معناس كتير. اصغر مني. واخدت خبرات كتير. متابعة كل احداث العلمية. كل مؤتمرات. كل ما هو جديد. كبرة في الطرق المختلفة للعلاج. العلاج التحفوظي. العلاج الدوائي. الحقن. حقن المفاصل. حقن العمود الفقري. المناظير الجراحية والتشخصية. المفاصل الصناعية. جراحات العمود الفقري. جراحات الغضروف. الغضروف القطري. الرقبة. وتسبيت الفقرات. بيشتغل في اماكن كتير. ممكن تكون قريبة منك. شوف الاماكن بتاعتي. ممكن تكون قريب منك قوي. ليه قناة على فيها حاجات كتير جدا. خاصة بمشاكل العزام. ممكن تستبعها. كامة علومات قيمة بالنسبة لحضرتك. سيب لك تليفوني. نتواصل معي لواتساب. ممكن تحطيني المشكلة بتاعتك. ونتواصل مع بعض. العلاقة دايما ما بيننا انتر اكتف وتعاونية. يا رب. يا شافي يا معافي. اشفي وانت الشافي. لا شفاء الا شفاءه. شفاءا لا يقادر سقر.